ورجعنا لحضراتكم تاني وفقرة الصحافة الدنيا فيها إن تجول في صحف وأخبار النهاردة لكن في البداية اسمحولي أرحب بضيفي اللي بيشرفني بيشرفني يكون معي الكاتب الصحفي الأستاذ هاني فاروق نائب مدير تحرير جريدة الأهرام أهلا مع حضرتك فاند صباح نور يا فاند وحضرت نور منورنا بوجودك وأنا سعيد أن أنا موجود معكم النهاردة شكرا حضرتك بنبتدي النهاردة من موقع البوابة نيوز الخبر بيقول رئيس برلمانية مستقبل وطن مطار العاصمة الإدارية الجديدة قفزة تنوية عملاقة تم تشغيل المبدأ لمطار العاصمة الإدارية وشفنا هبوط أول طائرة كانت طائرة عسكرية مبارحة على مطار العاصمة الإدارية بتأكيد مشروع كبير ونقلة كبيرة في تشغيل مكان عظيم طبيعي طبعا طبعا مطار العاصمة المطار اللي تم افتتاحه بالأمس تجريبيا ده نقلة مهمة جدا في الربط بمدن القناة بمحور قناة السويس بمدن سينا زي راس سدر والعين السخنة تحديدا بالربط مع أنفاء القناة ده بيشكل محور مهم جدا للسياحة في مصر لتشغيل التجريبي اللي ابتدى مبارح ده بداية لأنه أن المطار ده هيستقبل أكبر الطائرات أو الطائرات العملاقة هتكون يعني المطار هيكون قابل لاستقبالها لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي نحن عارفين أن مطار القاهرة الدولي يعني على حمل كبير جدا مطار العاصمة واللي موجود في العاصمة الإدارية الجديدة ده هيكون له دور مهم جدا في تنمية مدن القناة أو مدن سينا تحديدا لتخفيف الضغط عن العاصمة القاهرة نحن عارفين أن العاصمة القاهرة فيها تكدس كبير جدا فيها زحام شديد جدا فبالتالي لما هنق الجزء من الضغط من مطار القاهرة لمطار العاصمة في الوقت اللي أنا هنقل فيه الوزرات أو المرافق الحيوية للعاصمة الإدارية الجديدة من رئاسة الجمهورية تتنقل فأعتقد أن مطار العاصمة يعني هيبقى فيه استقبال الوفود الرسمية ودبلوماسية ورؤساء الدول أعتقد كل ده هيتبقى من خلال مطار العاصمة العاصمة الإدارية دي هتكون وجهة مصر الوجهة الحديثة لمصر لأن موجود هناك رئاسة الجمهورية مقر البرلمان الجديد دار الأبرة الجديدة أكبر كنيسة أكبر مسجد كل السفارات والوزرات كله ضايبه كل الوزرات فأنت بتعمل يعني مقر إداري لمصر يكون وجهة للمستقبل وجهة مشرفة المطار هيخفف من الزحام في القاهرة بالنسبة لاستقبال الوفود زي ما حضرتك قلت بالنسبة مش هيبقى فيه حملة على المواطنين أنهم أثناء سيرهم في الشرع أن يكون فيه تكدس بسبب وجود مراسم معينة أو استقبلات معينة تخفيف الضغط ده مهم جدا عندنا الأهم أنه هو أن نحن عندنا الخط الرئيسي خط مدن القناة ومدن سيناء تحديدا نحن المدن سيناء نحن في مصر محتاجين لتنمية حقيقية في مدن سيناء أو الجبهة الشرقية لنا تحديدا وده اللي بيجري حاليا أنه إحنا إزاي نعمر صحراء سيناء من خلال أنه هو المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال وجود مطار يسهل نقل السياح لمدن سيناء يعني شرق القناة تحديدا يسهل لهم الانتقال لمدن زي العين السخنة زي الغرداء حاجات كتير جدا يعني هتكون وسائل الرابط مع الأنفاء اللي هيتم افتتاحها أو الأنفاء اللي تم افتتاحها هيكون الرابط مع سيناء سهل جدا تمام إحنا لما بنعمل ده كله بنعمل استثمار في مصر يعني دايما تسهيل الترق والمواصلات هي بوابة الاستثمار في أي بلد في العالم صحيح أنا معي خبر آخر من اليوم السابع الخبر بيقول ضبط 9000 لتر بنزين وصلار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة طبعا البهوات دول كانوا مخزنين الكميات دي قبل ما سعر المواد البترولية يزيد وبيبيع السوداء يبيع أقل شوية بس في نفس الوقت هو كذبان ويعني فساد هو يعني أسهل يعني حاجة ممكن نقولها في الإطار ده أننا يعني لازم يبقى فيه محاكمة قاسية لأصحاب النفوس المريضة اللي هم بيتجرب بقوت الشعب قوتنا إحنا قوت الشعب البنزين أو السولر رغم ارتفاع تكلفاتهم لكن إحنا الآهول بيهم هم بيبيعوا مصلحتهم مخزنين المواد البترولية علشان يحقوا مصالح شخصية ليهم المطلوب أنه تكون هناك فيه شفافية أنه هو إزاي نتعامل مع مثل هذه الحوادث الفردية علشان ما تبقاش دي ظاهرة لكل من تسول له نفسه أنه هو يعني يستولي على قوتنا قوت المصريين اللي احنا بنعيش بيه يوميا لازم يبقى فيه مواجهة حاسمة والقانون يكون حاسم في مثل هذه القضايا والحوادث يعني فين الرقابة أن حد يستولي على أطنان من السولر والبنزين دي علامة استفهام كبيرة جدا لازم يكون فيه دور أكبر للجهات الرقابية أنه هو المواد البترولية دي بتروح للجهات المستحقة أو محطات التموين المستحقة أو أي جهة مستحقة لها يكون فيه هناك يعني آلية لمعرفة وصول هذه المنتجات البترولية للأماكن اللي بيتام توزيعها على الناس لكن أنه هو فجأة نحن نكتشف أنه ناس استولوا نقلات بترول أو نقلات يعني سولر دي علامة استفهام كبيرة جدا اللي حق يعني السبيل الأمثل لتحقيق وصول هذه المواد للجهات المستحقة تطبيق المنظومة الذكية للبترول اللي تم الحديث عليها في السابق وكلنا اشتغلنا وعملناها تقريبا العربية الكروت الذكية خلاص ملاهاش لازمة ولا تم استخدامها ولا هيتم استخدامها مش هيتم استخدامها بس هتعرف منين يعني الكروت الذكية دي اللي هتعرفك ان فعلا انا عندي حجم المنتج عندي من المواد البترولية قد كده واللي تم استهلاكه قد كفا هيبقى فيه زي شبهة احصائية هي خلاص هي بالتدرج بيتم تحرير او تم تحرير تحرير عسار المنتجات البترولية هو مش محتاج للكرت بحاجة انا ما بتكلمش على الكرت انه هو في الدعم نفسه انا بتكلم على الكرت في الرقابة على وصول هذه المنتجات البترولية لها كمستهلك يعني مش شرط انها تكون لتحرير لرافع الدعم عن المنتجات البترولية انا حضرتك استهلكت مثلا 150 لتر في globally بيتعرف من خلال الكارت أن كل مستهلك استخدم قد إيه في الشهر من منتجات بترولية بيبقى عندي زي إحصائية في الآخر أن مدى استهلاك المواطنين من المنتجات البترولية قد كده واللي تم دخل المحطات البترول قد كده أنا أخذ خبر أيضا محرك من نوقع الأهرام الإلكتروني بيقول العمال والفلاحين تعقد حوارة مجتمعين لمنقشة قانون التأمينات والمعاشات يوليو الجاري وفي ساق الخبر أن تم الحديث عن مرض الحمى القلعية بين المواشي ومدى دور الدولة في معالجتها والتصدي لهذا الوباء عايزين نقول أن الفلاح المصري عانى ولازال يعاني ويجب تكاتف كل الجهود مش بس بعض الأحزاب لكن الكل من أجل الفلاح المصري الحقيقة يستهل كل خير طبعا الفلاح المصري عليه مهمة كبيرة جدا نحن سلط الغذاء في مصر هنا أساسها الفلاح المصري أسلوب دعم الفلاح المصري ده أمر مهم جدا دعمه في مكافحة الأمراض اللي ممكن بتقابل الماشية أو المنتجات الزراعية ده أمر مهم جدا لما نسمع أن هناك حمى قلعية في المواشي أو الكلام ده لازم يكون فيه دور أن ندعم الفلاح المصري لتجاوز أي عقب أنا أحس أن الفلاح المصري في الوقت الحالي يعني فيه فجوة كبيرة بينه بين مؤسسات الدولة أنه مفيش دعم له لا لازم ندعمه بشكل أكبر إحنا بنتكلم النهاردة عن وجود تصحر في المناطق الزراعية بسبب المادة العمراني لا لازم يبقى فيه سياسات أو خطط واضحة لمواجهة هذا المادة العمراني لازم يبقى عندنا مناطق نحافظ فيها على كيان الفلاح المصري اللي هو أساس سلة الغذاء المصري قانون المعشات والتأمينات ده مهم جدا لأن يعني فيه شريحة كبيرة جدا من المصريين يعني من أصحاب المعشات أنه هم أولى أنه هم بالنظر لهم هم في حاجة إلى أن الدولة تكون سند ليهم في ظل ارتفاع الأسعار في ظل الحياة المعاشية الصعبة جدا في ظل ارتفاع تكلفة العلاج والدواء ده أمر مهم جدا التأمينات في نفس الوقت امتداد شريحة التأمينات لأكبر شريحة من المصريين ده أمر مهم جدا في الفترة الأخيرة فيه موضوع مرتبط بالتأمينات موضوع التأمين الصحي الشامل اللي تم تطبيق المنظومة دي تقريبا في محافظة بورسعيد كأولى محطات هذه المنظومة إحنا أمام تجربة جديدة في انتظار أن نشوف نتائجها خلال ستة أشهر تقريبا اللي هو هيبن أنه مدى نجاح المنظومة دي في بورسعيد وهيتم تطبيق المنظومة دي على جميع المحافظات على مدار 14 سنة تقريبا إحنا في حاجة أنه خلال الستة أشهر دي نشوف أنه مدى استجابة مدى تعاون الدولة واستجابة المواطنين في التعامل مع المنظومة الجديدة يعني أهم التعليقات أو الملاحظات الموجودة على منظومة التأمين الصحي الشامل دي نقطة مهمة جدا لأن لو تطبقت بشكل كويس جدا دي هتكون طوال نجال المصري تفرق معنا جدا موقع أخبار اليوم الخبر بيقول محافظ القاهرة نواصل جهدنا لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين أكد اللواء خلد عبد العالي محافظة القاهرة أن أجهزة المحافظة تواصل جهدنا لتطوير منطق العشوائية وتوفير حياة أمنة وتكلم عن حي الشرابية وإزالة 110 عقارات بمنطقة السكاكيني الأديم ونقل سكانها لمشروع المحروسة واحد وتم نقل 485 أسرة كمان اتكلم عن مشروع أهلينة اللي موجود هنا في مدينة السلام وتم بالفعل نقل 722 أسرة حتى الآن الحقيقة عشان احنا هنا القنامة وجودة في مدينة السلام على بعد يمكن أمطار من هنا في مشروع حي أهلينة وأكتر من مرة تكلمت عنه هنا لأنه هو نموذج كبير جدا يا سوزهاني وهو عبارة عن عمرات كل عمراء 12 دور بالأسانسير عمل لهم البنك هناك عمل لهم سوق عمل لهم حاجات مجتمع متكامل مجتمع متكامل بشكل فخم يعني مش بشكل اللي هو يعني ابني مباني يمكن اللي واخد شقة هناك بـ 300 و 400 ألف جنيه مش حلوة زي العمرات اللي واخدينها سكان اللي عيشها شفاء أعتقد يعني دي نقلة من الحاجات اللي لازم نتكّ عليها ونعمل زيها كتيراً صحيح يعني أعتقد أن مجهودات الدولة أو محافظة القاهرة تحديداً في القضاء على العشوائيات تقريباً في القضاء على العشوائيات يعني فيه طفرة ملموسة احنا شفنا قبل كده حي الأصمرات وتم نقل له مئات الأسر حي رقي جداً برضو زي حي أهالينا زي محرج بتتكلم وجهة مشرفة بدل العشوائيات والعشش اللي موجودة شفنا في أهم منطقة في مصر كان مثلث مسبير وده كان منطقة عشوائية جداً النهاردة الدولة قضت على تم إزالة هذا الحي اللي هو مثلث مسبير وبيتم مكانه بناء عمرات بشكل راقي تناسب هذه المنطقة الحيوية في مصر اللي هي موجودة في مدان عبد المنع مرياض في التحرير بيتم بناء عمرات 12 دور زي ما حضرتك بتقول على أعلى مستوى لأحلالها مكان العشوائيات نفس الخبر عند حضرتك أنه برضو بيتم القضاء على العشوائيات اللي موجودة في سور مجرى العيون والمدابغ اللي موجودة هناك دي نقطة مهمة جداً لأن المدابغ دي قبل نهاية يعني كعشوائية سبب في توطن أمرات كتير جداً في هذه المنطقة بسبب المدامة تعمل لها حي مخصوص في العشر من رمضان صحيح تعمل لها تنقلت لمنطقة مخصصة طبعاً لصناعة الجلود لصناعة الجلود يعني سور مجرى العيون مثلاً هيتم استخدامه كمزار سياحي ده نقطة مهمة جداً منطقة زي السلام هنا لما يتم إحلال مناطق عشوائية ونقل سكانها الحي زي حي أهنين هذا أقول حضرتك على حاجة يعني من ست سنين كنت روحت عملت تقرير في العشش اللي موجودة في المنطقة دي اللي في حي السلام الناس مش كانت طمعانة تاخد شقة الناس كانت طمعانة بس أن يتم يعني تخفيف الزبالة اللي موجودة في طرعة الطوارئ هناك أن هي الريحة كانت صعبة جداً يعني نقاسف كلاب ميتة ومواشي وحاجات كده مرمية هناك النهاردة الترعة دي بتتعمل طريق طريق عظيم مش طريق وخلاص يعني يعني وإحنا جايين النهاردة بمناسبة الكلام شفنا منظومة الطرق اللي معمولة وإحنا جايين على الدائري منظومة هيلة جداً لربط الطريق الدائري الأقليمي بشرق القاهرة بغربها بشمالها بجنوبها منظومة الطرق هيلة جداً التنمية العمرانية أو البنية الأساسية لمحافظة القاهرة يعني بتشهد تطورات هائلة وتفرط يعني كبيرة جداً بنالمسحنا كمواطنين شفنا محور روض الفرج اللي تم افتتاحه من من أشهر قليلة ده نقل حضارية مهمة جداً صورة صورة العاصمة القاهرة بتتغير واحدة واحدة القضاء على المناطق العشوائية عارفين أنها حمل ثقيل لأي حكومة يعني أو أي لكن الدولة حالياً بتطرق هذا الملف بقوة لتوفير حياة كريمة للمواطن القضاء على العشوائيات ده ملف مهم جداً لكن يستلزم العمل بشكل دقوب للقضاء على هذه العشوائيات ودايماً يا سوزهيني وإحنا بنتكلم عن شيء إجابي ما بنقولش أن كله تمام وميت فل واربعتاشر بنقول لا في ناس لسه سكنين في عشش ولسه في ناس سكنين في بيوت خطرة جداً ومحتاجين يرتقوا زي الناس اللي خادت شوء مميزة بالشكل ده بالضبط هو حضرتك ده اللي أنا بقوله أن إحنا لسه ملف العشوائيات ده محتاج لشغل كتير جداً لأن عندنا يعني فيه إحصاية للمناطق العشوائية في مصر عندنا حوالي 13 ألف منطقة عشوائية رقم كبير جداً مشكلة مش في العشوائيات المشكلة في العشوائيات الخطرة اللي سكن في سكن ممكن يضمر حياة أسرة في وقت واحد صحيح صحيح ودولا هم الناس الأولى بالرعاية طبعاً لازم أن الدولة والمؤسسات المجتمع المدني تتكاتف أنا بقول لانتشال هذه الأسر من البؤر اللي موجودين فيها دي بؤر خطرة بيترعرع فيها الإجرام الجريمة بتنتشر الأمراض مستوى التعلم هناك منخفض جداً لازم يكون فيه اهتمام بيهم وده اللي الدولة بتحاول أن هي على قد ما تقدر أنها ترتقي بهذا الملف وشوفنا حي أهلينا حي الأسمرات مناطق كتير جداً يعني موجودة يعني مش حضرة في ذهني دلوقتي بس فيه شغل كتير جداً لكن العدد يعني فوق طائط أي عكومة بنتمنى طبعاً الخير وبنتمنى اللي لسه ما خدوش شؤة واللي لسه عادين في أماكن خطرة يتم النظر إليها بس أنا بطالب في الملف ده تحديداً وخصوصاً أن القناة هنا في حي سلام أنا يعني بوجه رسالة لا إحنا في حاجة يعني بالنسبة للمحليات لا في حاجة لإعادة النظر اللي موجود في الشوارع حالياً القمامة منتشرة يعني فيه سلوكيات غير حضارية أنا عارف أنها سلوكيات فردية بس الدولة لها دور في القضاء على هذه المظاهر اللي يعني لا ترضي أحد يعني إحنا هنا منطقة السلام دي مهمة جداً لما يتم تحسين الطرق الجديدة سيتم رفع كفاءة الباقي صحيح بس شغل المحليات غير مرتبط بالطرق ما فيهش محليات دي المشكلة معي خبر آخر من المصر اليوم الخبر بيقول التعليم 88.6% نسبة نجاح العين العشوائي لامتحانات لامتحان الجبر والهندسة الفرغية طبعاً الكل منتظر نتيجة كله عاد على عصابه طبعاً طبعاً كانت السنة دي شاهدت أحداث كتير لطلبة السنوية العامة فيه يعني كان فيه بعض المواد الطلبة اشتاكوا من صعوبة الامتحانات البعض الآخر في مواد تانية كانت الامتحانات سهلة جداً يعني فيه يعني سنة دي فيه علامات استفهام كتير جداً أنه هو على يعني اللي تابعناه في الأخبار أن الامتحانات من خارج المقررات في بعض الامتحانات مش كلها طبعاً الامتحانات صعبة الحمد لله السنة دي كان فيه يعني مؤجزة مؤشر كويس جداً ظاهر التسريب اللي امتحان قلت بشكل كبير جداً مع أنه كان فيه حالات فردية ما استمم واجهتها بحسب بالنسبة لامتحانات الجبر الإحصائية بتشير أن فيه حوالي 294 طالب حصلوا على الدرجة النهائية وحوالي 400 وشوية حصلوا على أكتر من 90% من بين 4000 طالب ده مؤشر كويس جداً ونسبة 88% مؤشر لنسبة النجاح ده مؤشر مرتفع وإن شاء الله خلال أيام نبارك لكل طلبة السنة العامة ونقول لهم وحيات قلبي وأفراح ونبارك لهم أمين يا رب ناخد كده في دقيقة آخر خبر معنا من موقع الأهرام الخبر بيقول أمم إفريقيا منتخب تونس يبدأ الاستعداد لمواجهة مدغشكر تونس طبعاً أتواجه عمالين نقول تونس هتواجه مدغشكر ويت والجزائر والجزائر هتقابل بنين ومش عارف ده يقابل مين وده يقابل مين وإحنا عاديد نتقنلك كان نفسنا طبعاً إحنا أصحاب الفرح زي ما بنقول بس للأسف ملناش بالفرحة نصيب الحمد لله طبعاً الافتتاح كان مبهر افتتاح بطولة الأمم الأفريقية كان شهادة مهمة جداً في حق مصر في وقت أنه هو كل العالم عينه على مصر تحديداً هتعمل لا أعملنا أعجاز كبير جداً بس المنتخب خيب أمالنا بالنسبة لمباراة تونس ومدغشكر خليني أعلق على المنتخبين المنتخبين اللي هيلعبوا في المباراة المقبلة منتخب مدغشكر منتخب حديث قدم بصمة واضحة له في هذه البطولة كان مفاجأة لكتير من المحللين أنه هو يصل لدور التمانية منتخب تونس يعني مستوى سيء جداً تلت تعادلات في دور المجموعات فوز بركالات الترجيح على غانا ورغم أن المستوى كان سيء جداً برضو بس المهم أنه هو وصل لدور التمانية أعتقد أن منتخب مدغشكر هي قادر أن هو يعني يصنع بطولة خاصة نحن بس بنتماني يا سوزهاني وشاركني الرأي خلص إحنا خرجنا ومش هنلعب والأسف كان مستوى سيء جداً اللي حصل حصل يعني صحيح لكن البطولة لازالت تقام على أرضنا صحيح لازال العالم كله بيتكلم كل يوم عن هذه البطولة وعن التنظيم الجيد عايزين نبهر الناس بالحضور الجماهيري ما ينفعش أن احنا في الأدوار النهائية وبعد ما منتخب مصر خرج الأستاذ خاوي بس أنا طلبت طلب يا سوزهاني بس يبدو أن محدش سمعنا أن يتم تخفيض سعر التذكرة لكل المباراة عشان نستحضر أنا لأي رأي تاني يتم فتح باب جميع الأستاذات للجمهور اللي عايز يحضر يحضر مجاناً مصر خرجت فالجمهور مش حريص أنه يحضر أنا مش هاجي أنا كمواطن مش هاجي أحضر ماتشل تونس ومدغاشقر ليه؟ من المنتخب يخرج خراص فيتم فتح للعشاق كرة القدم اللي عايز يتفرج أهلاً وسهلاً مع وجود الضوابط الأمنية للحفاظ على النظام والأمن العام بالفن أيدي برضو بكل حاجة بالفن أيدي بس يكون الدخول مجاناً ياري نتمنى أنا بشكرك جداً الكاتب الصحف والستاذ هاني فاروق نائب مدير تحرير جريدة الأهرام ألف شكراً حضرك نورتنا وليساً معاكم هنخرج لفاصل ونكمل بقى في قرارات برنامجكم صباح النور موسيقى 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 موسيقى